موسيقى نتواجد الآن في المجمع الحكومة هنا في مركز مديرية حيران برفقة اللواء الركن عبدالكريم السنيني محافظ محافظة حجة تأتي هذه الزيارة لمركز مديرية حيران بعد أيام قليلة من تحرير هذه المديرية هنا نلتقي المحافظة للقي معه هذا اللقاء الميداني السريع يحدثنا عن الهدف من هذه الزيارة إلى مركز مديرية حيران سيادة سلواء مرحبا بك إلى مركز مديرية حيران بعد أيام من تحريرها تواجدك هنا في مركز مديرية حيران في المجمع الحكومي ما الهدف من هذه الزيارة بسم الله الرحمن الرحيم الهدف من هذه الزيارة وهو عبارة عن زيارة أبناء المنطقة الخامسة وذلك لتهنيئتهم وتبريكاتنا لهم بالانتصارات المتالية والمتسارعة في منطقة حيران ومنطقة ميدي ثم المناطق التي بعدها وكذلك ننقل لهم تحية تفخامة الأخر رئيس الجمهورية القائدة على القوات المسلحة وكذلك نائب الرئيس والدولة رئيس مجلس الوزراء وذلك لتهنيئتهم وتبريكاتهم بهذه الانتصارات الكبيرة والعظيمة والشجاعة ثم نهنيئهم وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك فلهم كل الشكر وكل التقدير نعم تواجدك هنا في المركز الحكومي لمديرية حيران ما رسالتك للحوثين في الوقت الذي يدعو أنهم استعادوا مركز مديرة حيران أولا يغمرني الفرح الكبير أنني أتواجد في هذه المنطقة في منطقة حيران التي لا تبعد عن منطقة عبس إلا عبارة عن كيلومترات قليلة فقط أنا نقول لهم نحن هنا ونحن مع أبطالنا وجنودنا المقاتلين الصامدين من ضباط وسف الجنود هؤلاء الرجال الذين وجدوا في هذه المنطقة بادلين أرواحهم ودماءهم وكل ما يملكون من أجل تحرير بلادهم ننادي ومن خلالكم نضالب أبناء محافظة حجة الشرفة عدم الزج بأبنائهم إلى مهلكة القتال يا إخواني يا أبناء محافظة حجة لم يبقى إلا عبارة عن كيلوات معددة متعددة ونحن هناك إن شاء الله في راسة المحافظة حجة ضمن الحديدة إن شاء الله أرجو من إخواني عدم زج أبنائهم أرجو من إخواني الوقوف مع الشرعية والانضمام إليها سريعا حتى تسلم محافظة حجة من التخريب ومن التدمير ومن الإقصاء ومن كل هذه الأشياء لكونكم على رأس السلطة المحلية محافظة حجة ماذا قدمتم لأبناء مديرية حيران خصوصا النازحين بالنسبة سنقدم كل ما نملك من غالي ونفس بالنسبة لهذه المديرية نحن مع التحالف العربي ومعنا من ركز الملك سلمان نقدم الإغاثة المستمرة إن شاء الله والمتتالية الإخوة في التحالف أوعدونا بحل كل القضايا بالنسبة المتعلقة بهذه المديريات لأن الآن أصبحت المديرية هذا هنا يمنح كل شيء كل ما كانت تتورد من المناطق هذه العبس وغيرها الآن نحن باعت تواصل مستمر مع قوات التحالف لإيطاحة الفرصة للسوق إن شاء الله سيكون حر ما بين المنطقة الحيران والميدي ثم المنطقة السعودية وذلك لإخراج كل ما تحتاج هذه المناطق من مشتقات نفطية من مواد غذية وكل حاجة حتى يسعدون الناس بأمن والأمان كما كانوا في الأيام السابقة وهذا الأشياء قدمتم رسالة لرئيس الوزراء بشأن مرتبات الموظفين ما الجديد في الموضوع الأيام السابقة كنا في مدينة عدنة التقينا بالأخر الرئيس والتقينا بالأخر رئيس الوزراء والتقينا بالمسؤلين المختصين واستخرجنا أمره من رئيس الوزراء وذلك بتسليم مرتبات مديرة مميدي لأن كانت بالميدي الآن بعد تحرير حيران أخذنا توجهات من الأخر رئيس الوزراء أي مديرية تتحرر يجب على المحافظة أن يرفع الأسماء كلها دون الرجوع إلى رئيس الوزراء نرفع كشفة خاصة لعند وزير المالية وإن شاء الله يتم تسليم مرتبات حق المواضين كلهم متى متى إن شاء الله في الأيام القادمة اشتركوا في القناة